تباينت الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية التي تخوض فيها انتخابات البرلمان العشرين بينما يصنف خبراء هذه البرامج على ما هو واقعي وغير واقعي وأخرى غير ناضجة المزيد في التقرير التالي ستغدل حياة الحزبية جزءا من الحياة السياسية في البلاد المؤشرات تفيد بأن التمثيل الحزبية سيغلب على شكل مجلس النواب المقبل ويفوق ذلك في المجالس القادمة ليس معروفا ما إذا اطلعت الفئة المترددة بالانتخاب على البرامج الانتخابية للأحزاب نظريا ستحكم تلك البرامج العلاقة بين الناخبين والنواب المحتملين وإذا أتيح لك قراءة بعضها ستظن أن الأردن لن يبقى كما هو خبراء يرون في هذه المعادلة حالة اغتراب عن الواقع من حق الأحزاب السياسية أن تطرح البرامج التي تراها مناسبة من حق الأحزاب السياسية أن تطرح المواقف التي تراها مناسبة خاصة إذا كانت هذه الأحزاب تسعى لأن تكون جزء من السلطة التنفيذية في الفترة القادمة ولكن لنكن صريحين ومنصفين الأحزاب السياسية التي قدمت التزامات وطرحت مواقف لها علاقة بالوضع الإقليمي لها علاقة بالوضع السياسي بشكل عام هذه الأحزاب تحقق المكاسب الأكثر مقابل التزامات الأقل لأن هذه المطالب حقيقة لا ترتب على هذه الأحزاب الكثير من الجهد لا ترتب على هذه الحزاب الكثير من العباء الاقتصادية والالتزامات والمواقف الاقتصادية وبالتالي أنها تقدم المواقف تقدم الالتزامات المطالب التي تكون كلفة أقل بكثير من تلك على سبيل المثال أن يكون خفض نسبة البطالة مثلاً بنسبة 20% تجربة عام من الحياة الحزبية بتسارع استثنائي أحزاب وليدة وتحالفات موسمية العديد من برامجها تشرح لك بأن المستحيل صار ممكناً على أن سياسيين يطالبون مطلقي الوعود البراقة بالنزول عن الشجرة أو تخفيفها خصوصاً الاقتصادية منها الناخب أيضاً غير جاهز في هذه المرحلة للتعامل مع فكرة البرامج بفعالية وبعمق ما زالت المحددات السابقة موجودة في عملية تشكيل السلوك الانتخابي وأيضاً إلى جانب ذلك عملية الاغتراب السياسي المجتمعي أيضاً ما زالت قائمة كل هذه العوامل أنا بعتقد ستبدأ بالتحسن خلال الدورة البرلمانية القادمة إذا ما قدمت الأحزاب أداء يشعر الناخب بإيجابية الفارق لصالح الأحزاب السياسية البرامج الحزبية قد تشكل مقياساً للحكم على التجربة في مقبل الأيام ولا يقتصر عرضها وتفاعلاتها على الليالي السابقة ليوم الاقتراع هناك أقلية ستراقب وتناكف وتطالب بتحقيق ما وعدت به يوسف أبو رمان رؤيا